موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي في قناة ستوب لوك اليوم ان شاء الله يقدم لكم زلابية البانان كجيل ديدة بطعم رائع وقربشة وارطبة من الداخل ندوز المقادير وطريقة التحضير المقادير نحتاجه 250 جرام ديالتقائق الفورس نصف كس ديالسيز 2 مستقannah 50 جميعط تحضير كائيدا きた قربها و Pinوز القربة قربات الملح معلقة الصغيرة ديالسكر سنيدة معلقة ك reminded تاب SAT السميد ناع Unters اضغط فيها دوك ج Comics نضيف الزيت الزيت ونضيفهم حتى يغلون فوق النار نضيف الزيت القرفة والملح والسكر نضيف الزيت القرفة والسبيب نضيف الزيت الزيت بعد مغلال طويل الماء نضيف الزيت الخالد للدقيق نضيف الزيت 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 بش ما يتكورش ليدك الدقيق صديقا استمر على هالطريقة حتى تجمع الياه لشكل عجين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة نحاول ان نجمال عجينة جيدة لن يجب ان يكون جارية ون يجب ان يكون قاسة في نصف الوقت اشتركوا في القناة سوف نضعها في إلاء ونحاول أن نخلطها جيدا لكي لا نتقل إذا كان نكون من الداخل سوف نجمعها على هذا الشكل سوف نجمعها على هذه الطريقة لا يجمعها لكي لا تكون قاسحة سوف نضع هذا القلب على هذا الشكل وكذلك تقدروا تتعملوا هذا البوق سوف نضع العجينة في البوس وهذه نضع الشكل لابيو سوف نضع بلاطو على هذا الشكل وكان بدينا شكل تلابية وهي بقى سخونة لكي تسهل علينا أننا نشكلها سوف نستمر على هذه الطريقة ونخلقكم مع الفيديو حتى نتلاقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف نفعل المشكل هنا هي صافي كمبتين قليز لابية بعدما سخمت الزيت مزيان نحاوله أننا ننقصهاش في اللول نخلي واحدة كتاخد اللون الذهابي اشتركوا في القناة نحاول نشوف اللون الذهابي وش تحمره نقلبه ملعات الشكل حتى يتحمره اشتركوا في القناة بعدما تحمرت اللون الذهابي نحاولها من السيس ونتقرها في العسل لكي يكون بارد نحاول أنني ملقصهاش نبقن هسا العسل ونخبين فوقها كما العادة اشتركوا في القناة ورجعنا نتلقى وش نوريكم الشكل المهائي فوقها نحاول 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 اشتركوا في القناة ونحاول نحاول 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 كنتمنى أنها نالت الإعجاب ديالكم كنتمنى أنكم تجربوها ما تنسونيش بالاشتراك والضغط على زر الجرس بشتوصلوا بكل جديد الوصفات شكرا لكم على المشاهدة والمتابعة ديالكم ما تنسونيش كذلك التعليق ديالكم لك تشجعني اطلقوا فصفة جديدة إن شاء الله ومع السلامة اشتركوا في القناة